اشتركوا في القناة والله ان انا ما حدك. بس ايه الجون الحلو اللي جبته زي النهاردة في هانزر رستوك ده. هذا كانت مفاجأة بالنسباتي بصراحة. شوفت. انا كنت بدور على الجول ده بس ما كنتش لقيه. لخاصة ان احنا كنا باللعب هانزر رستوك ومحمد عمارة كان ما كانش بلعب بس كان بيسخن ورا الجون. لا وكان كابتن ياسر ردوان في الملعب برده. كان ياسر موجود في الملعب برده. بص هتلاقي عمارة ورا الارض هناك هو. فجون يعني. لا بس يعني كنت متقمس شخصية صاحبك في الوقت ده. لا يا خالص. بقول لك من ده من السيزون اللي احرصت فيه اكتر من تمن تسعة اهداف وكان بالنسبة لي كان آآ كان جون حلو قوي يعني كان جون حلو. على تويتر النهاردة هعمل تفعيل جامع داوي. آآ ربنا يخليك طبعا كانت مفاجأة الحلوة منك يا عمر لانك دايما متابع كمان وزي ما بقول من آآ مش بس يا هاني رمز انت كمان عندك مفاجأة كتيرة جدا جدا عن لعيبة مصرين وخلال ان شاء الله مشورنا هنا في البيت الكبير هنلاقي هتلاقي داتا وحن اجوان لنجوم كبار جدا جدا لكن طبعا دي بترجعنا بقى الزكارات الجميلة كزا زلوتان ده على فكرة ده لعيب برازيلي. لينكلين. آآ لعيب هاي البرازيلي وكان احتمال كان يروح باير ميونيك لكن تعرف برضو اللعيبة البرازيلية شوية ادلع شوية لكن دي. آآ. الحمد لله من الهداف الحلوة يعني. يعني انا الحقيقة تبسط ان الجول ده زي النهاردة في مناسبته وبعدين لقيت على تويتر التفاعل كان جامع داوي فقلت انه النهاردة نفتح به كده وبعدين نت خال خير يا رب انشاء الله بإذن الله منورنا عمر وخلينا نتكلم آآ على مبارات طبعا مبارات الوداد والاهلي وأخذك شوية لمشوار الوداد في البطولة الافريقية تفتكر المحطات الرئاسية واللاق�이 اللي لعيبها الوداد في مشواره في البطولة الافريقية طبعا لغاية ما وصل للمبارات قبل النهاء امام النادي الاهلي. يعني آآ الوداد البطولة المرة دي ما كانتش سهلة عليه. ولو بصينا المشوار وهو بدأوا في الدور التمهيدي كانوا زيبوا مرة تاني قدر يكسبوا رائح جاي ودي الحاجة الوحيدة اللي حصلت انه يكسب برة ملعبه طولة السنة دي كان ماتش التمهيدي بس بعد كده كل الماتشاط يخسر يتعادل برة ملعبه ويكسب على ملعبه يعني بيحسم ماتشاطه على ملعبه ده اول هنت ممكن ادي او حاجة يعني هو يعني يعني بيحسم الماتشاط على ملعبه في المغرب مستغل عامل الجمهور يعني ماتشاطه الماتشاط الوداد في المغرب بيحضرها عدد كبير من الجمهور طول الوقت لكن احنا دلوقتي بنتكلم ان المباراة هتكون بدون جمهور تماما وبالتالي ده جزء يدي افضلية للنادي الاهلي شوية يمكن احنا اتعودنا هنا نلعب بدون جمهور فترات طويلة في اخر في اخر طهات اربع سنين اه بعد كده جات الظروف الكورونا فما فيش جمهور بطبيعة الحال في الملعب وبالتالي المباراة يعني فقد فيها الوداد عنصر الجمهور في مشواره في البطولة الافريقية سنينة دي بعد ما اتخطت دور التمهيدي بعد كده لعب يعني ابرز المباراة كانت دور المجموعات مع بيترو اتلات كولواندا الانجولي مع سان داونز الجنوب افريقي وبعد كده مع النجم الساحلي والترجي التونسي طلع الترجي التونسي كمان اعتقد فاحنا بنتكلم في انه دايما الوداد يحسم على ارضه ويممكن يتغلب بره يعني لا اقصى نتيجة ممكن يعملها انه يتعادل البر لكن اه وده في النهاية بيقول برضو انه خطوة انه مباراة اه نصف النهائي بدل ما تكون مباراة واحدة وعلى ارض محايدة وحصلت فيها لاخبطة فرجعنا تاني لنظام الزهاب والاياب ده في مصلحة النادي الاهلي كتير جدا يعني بشكل كبير هيكون في مصلحة النادي الاهلي انت بتبتدي هناك وبدون جمهور وهتيجي تلعب هنا في مصر المباراة العودة فاعتقد انه من نتيج الوداد في افضل النادي احنا دايما بنحط وده ما بيبقاش برضو عشان الناس تفهم ده مش اساسي يعني احنا دايما بنقول اه وحتى لما منيجي لغة الارقام هي بيطلع لك اه بيطلع لك بدهيات صغيرة معطيات بس كده لكن فنان الارض الملعب قصة تانية بتبقى قصة تانية وظروف المباراة تبقى قصة تانية لكن ممكن ممكن بناخد منها ونعزز دوت يعني انت بتقول ان الوداد بينهي او بيحسم على ملعبه فان شاء الله بازن الله دي ما تكون فرصة كويسة اقول ان النادي اهلي كمان يضغط من بدر هناك يضغط من بدر يخلص هناك علشان حتى يلعب العودة وهو اعصابه اهدى اه لكن هي القصة نفسها بقى انه اه النادي الاهلي رايح مع نوايات مرتفعة اعتقد برضو الاداء في اخر تلات مباراة اداء جيد جدا حتى في ظروف المباراة الاخيرة قدام رغم الكات الاحمر رغم النقص العددي الاصابات اللي جات فجأة آآ غياب التوفيق برضو في ضربة الجزاء اللي ضاعت لكن انك تقدر تعمل ماتش زي ده مع فريق انت انت كده كده حسامت الدوري وبطل الدوري مش فارق معاك حاجة لكن بتلعب لاسم النادي الاهلي وهو ده نادي الاهلي لعيبت بقيل لاسم النادي الاهلي فقدرت انت خلصت الماتش صفر صفر انت بتلعب بعشر لعيبة وقدام فريق عنده طموح انه بيحاول ينافس على مركز الوصيفة علشان يشارك في دوري ابطال افرقيا فاعتقد انه المباراة مرتفعة يعني بعد المباراة المباراة مش في الحتة انه هو بقى بربح ايه يعني حتى طرد عمر الصليا خلي بالك ولسه قبل قبل المباراة بيمكن بحلقتين كنا بنتكلم في بعض المدربين لما بتحضر المباراة صعبة خلال وانا حضرت الكلام دوت بيبقى فيه حتى التراي جيم او تراي ماتش بتاعه اخر ربع ساعة بيخرج واحد من الفرقة والفرقة الاساسية تلعب عشرة بيدي احساس شوية بالمسئولية والجزيد انت لو نقصت لعيب تبقى جاهز لموقف زي ده وده اللي حصل في مرات بيراميدز وخرجت اللعيبة بشكل كويس جدا فده كمان ادى ثقة كبيرة للعبين والناس كلها اتكلمت حتى اتكلمت النادي الاهلي وده بنأكد عليه ان ما كانش عنده حسابات تانية خالص يعني الحسابات ورا دهره ما بيحسبش العلاقة ما بين زمال العكس النادي الاهلي بيبص على النادي الاهلي بس بيلعب لمصلحة النادي الاهلي بس حتى ما بيستناش منافس ولا بيلعب لمنافس النادي الاهلي بيلعب لاسمه واللعيبة النادي الاهلي بتتشبع بالروح دي بمجرد ما بيكون موجودين في النادي الاهلي لان السيستم في النادي الاهلي مختلف تماما مش هتلاقي في اي نادي تاني يعني لو لو رجعت مواقف قديمة لمنافسين كتيرا تلاقي الموضوع مختلف نرجع تاني للوداد وانت كنت بتتكلم ان الوداد عنده تقريبا اخر 8 مباراة في الدوري كان مدير فني جديد كل الفترة اللي فاتت كانوا مدير فني كانوا مع جاريدو يعني الحقيقة جاريدو جيف في الفترة الاخيرة له مع الوداد فقد السيطرة شوية على اللاعبين وده عمل مشاكل له جوه النادي فنية وكذلك رئيس النادي يحس انه خلاص فقد السيطرة وفضطر انه هو يغير بمعنى ايه فقد السيطرة يعني مثلا اخر مباراة لجاريدو كانت ديربي اعتقدت كان الجيش الملكي وكان الوداد الوداد محتاج يحسم المباراة عشان كان بينافس على الدوري وخسر الدوري في اخر مباراة بالزبط فساعتها كان الوداد متقدم بهدف والحرس الاساسي اللي كان بيلعب المباراة تعرض لاصابة فجاريدو قال له هتخرج هخرجك فاللعيب قال له لا حرس الباربا قال له لا مش هاخش خير وما خرجش في اخر ديها تقريبا في اخر خمس دقايق دخل فيه جنه وتخلص واحد واحد فعطاله عن المنافس من هنا بان انه جاريدو فقد السيطرة على لعيبة الوداد وعلى تشكيل الوداد اصلا وعلى غرفة خلق الملابس ومن هنا كان قرار سعيد النصير ورئيس نادي الوداد بالتغيير وانه يستعين بجاموندي يمكن مجيل انخل جاموندي هو مدرب بس هو كان يعني احنا عارفين اللوايح هناك في المغرب بتقول ان مفيش مدرب يمسك فرقتين في موسم واحد فعلا موسم واحد هو كان موجود قبل كده فعلا هو كان موجود مدير فني الحسنية اغادير نادي الحسنية اغادير ثم اه اه تعقد معاه سعيد النصيري على اعتبار انه يعني مدير رياضي النادي الوداد علشان يبقى اه جاهز في اي وقت انه هقولك تعالى اه تشتغل فالحقيقة يعني هو نوع من التحيل على اللوايح في البطولة المغربية اه يمكن جاموندي عنده خبرة في الكرة المغربية والكرة الافريقية لو اتكلمنا عنه يعني هو مع قطع عدم قطع كلامك كان موجود لما جارده كان لسه كان موجود كان موجود كان موجود مغربي جاموندي ما كانش قاعد على الدك اه يعني هو عشان اللوايح هو كان بيقعد في المدرجات بيقود بس موران الفريق ككوتش بيحط الخطة وبيدي تعليمات كل حاجة لكن بيتابع من المدرج في وقت المبارات الرسمية وحتى يعني على الرسمي ما بيتحطش اسمه ما بيتحطش اسمه اللي هو المدير فني يعني بيتحط تقريبا المدرب العام او المدرب المساعد هو اللي بيتحط اسمه وده اللي حصل في التمن مطشاط اللي فاتت يمكن هو كسب خمس مطشاط وتعادل ثلاثة اه وممكن نتكلم من خلال ارقامه زي ما انت بتقول لعب تمن مباريات كسب خمسة وتعادل ثلاثة ومخصرش ولا مباراة تاخد من ده ايه تاخد منه يعني دي اعتقد نتائج جيدة جدا هي نتائج جيدة وزي ما قدر حضرتك كابتن هاني انه جاموندي من المدربين اللي عندهم خبرة بالكرة الافريقية لانه اشتغل يعني مع اكتر من فريق منهم اعتقد بلاتينيوم ستارز في جنوب افريقيا ويعرف مصيماني كويس جدا واشتغل مع ميلودي سانداونز فترة قصيرة جدا في 2005-2006 اشتغل في حسنية اغادير واشتغل في الجزائر مع مولودية العاصمة وشباب بلوزداد واعتقد انه هو اخد خبرة بالقرة الافريقية كويس اشتغل كمان كان مساعد اول مراحل مغرب بالمناسبة لما اشتغل اشتغل مع اوسكار فيلوني المدرب الارجنتيني وده كم من المدربين اللي هم الكبار قوي اللي لهم صوالات وجوالات في افريقيا لكن توفى طبعا من سنتين اعتقد فهو عايش في القربة بقاله فترة طويلة بالزبط يعني عايش بقاله فترة طويلة واشتغل في جنوب افريقيا كمان فترة طويلة فهتبقى مباراة حلوة فنيا ما بين الاهلي وما بين الوداد يمكن وجود بيتسو مصيماني بشكر طبعا على تفاعله هو وعيلته مع الحلقة اللي عملناها الثلاث اللي فات الحقيقة كان رد فعل راقي جدا منه انه تفاعل مع الموضوع اعتقد انه اعصابه قهد لما جربت الثلاث مصيماني بقى لما جربت الثلاث مصيماني اللي فاتت والثقة الكبيرة اللي مديه له مجلس ادارة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الاهلي ودعمه لا محدود لمصيماني وللتجربة اعتقد ده هيفرق معه جدا ايجابيا في المباراة اللي جاي يمكن دي اول مباراة تعتبر محك حقيقي او اختبار قوي لمصيماني والفريق النادي الاهلي في الولاية الجديدة له هنا في التجربة الجديدة بتاعته في مصر فاعتقد انه المباراة فنيا ما بين الاتنين مدربين هتبقى مباراة فنية عالية جدا اعتقد كمان انه الوداد طول الفترة اللي فاتت في بطولة افراقيا بيلعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد يعني تقريبا قريب من الطريقة اللي انت بتلعب بيها فعلى ارض الملعب يبقى فين الدية كبيرة جدا عندهم ما اعتقدش انه عندهم نجم اخطر من كزادي كزادي كسونجو اللي هو فيرود منتخب الكونغو بيلعب المغرب دلوقتي ماتش ودي اه اشغال حاليا فاعتقد انه فريق الوداد مش اللي يخوف قوي خصوان بعد ضربة انه ما اخدش الدوري هاخد من ما اخدش الدوري دية ممكن تأثر عليها عمر يعني احنا دايما بنتكلم ان النادي الاهلي كان ودايما كنا بنقول مهم جدا انه يحسم الدوري بدري عشان ياخد الثقة ويبقى بيتاهل عنده فرص لتأهيل الفني والمعناوي بشكل كبير تفتكر الوداد في اخر يمكن لسه اول امبارح يعني بنتكلم في اول امبارح دي ممكن كلها تأثير معناوي وبدني على مباراة النادي الاهلي انه كان بيحارب كل الماتشاط اللي فاتت بقاله بيلعب اربع اربع خمس ماتشاط كل ثلاثة ايام ماتش ويجي على مباراة كانت مهمة جدا عمل مجهود رهيب تفتكر ممكن ده يكون في حسابات كمان مسماني انه ممكن بدنيا يأثر عليه في المباراة اعتقد قد يعني خلينا نتكلم زي ما حضرتك ذكرت انه مباراة مضغوطة في وقت قليل مع الضغط العصبي بتاع ان انت عاوز تحسم دوري وهي وبتنافس على دوري فالموضوع ده مش سهل جدا يعني حضرتك شفت عشت ده مع كايزر سلاوترن مع حتى نيوشة تلقى بل كده انت بتبقى طالما عندك هدف او تارجت عايز تسعد اوروبا عاوز تاخد دوري تبقى مضغوط عندك تارجت مضغوط صحيح ما بالك بقى في ظروف الكورونا بدون جمهور الدوري بيدعم انك ضغط عصبي وبدني شديد جدا اعتقد انه ده هيأثر على فريق الودات على العكس انت هنا حسامت الدوري بدري حسامت الدوري بدري فاخدت اريحية شوية انك بتجرب بتدي ثقة لبعض اللعيبة عشان لما تسافر لو فيه اي حاجة لقدر الله مفاجئة بتقدر تتعامل معها بسرعة في نفس الوقت معنويا اعتقد انه اكيد هتأثروا بالخسارة وخصوصا انه سعيد النصري رئيس نادي الوداد بيبقى عنده طموح انه عاوز ياخد الدوري دايما يعني على طول عنده طموح المنافسة بينفس الرجاء هناك والرجاء كمان يعني كعبه عالي المسم ده الوداد مشاكله كانت كتير فنيا واداريا طول المسم اعتقد انه دا هيأثر لكن اتمنى انه يعني لعيبة النادي الاهلي كمان تبقى في اعلى مستوياتها الفنية والبدنية علشان تستغل اي هفوة واي خطأ على ارض الملعب وتقدر انها تحسن من مباراة هناك مباراة الذهاب هتفرق كتير جدا لو جبت جول هيفرق معك ما استقبلتش جول هيفرق معك لما تيجي مصر هو دا الاهم تبتكر دا المنطق اللي انت بتقوله دا اكيد منطق واضح للتنين المدربين وهيشتغلوا التاكتك من خلاله زي ما انت بتقولي الوداد تقريبا بلعب نفس الطريقة النادي الاهلي 4-2-3-1 لكن بتختلف الطرق لو كنت بتلعب على ارضك وبتبقى الشكل هجومي اكتر شوية كلمني على الرباعي لو قلنا بصيغة الرباعي الهجومي بالنسبة للوداد لان انا شايف ان الارقام التهديفية تقريبا السلاسي اللي قدام اذا كان رأس حرب او الطرفين التلاتة دول الواحدهم جايبين تقريبا عشرين هدف هو كذا دي هو الهدف اعتقد انه عنده بقى الكارتي ووليد اوك وعنده صلاح الدين السعيدي العناصر الاساسية بتاعت فريق الوداد وهم دول القوة الضربة بتاعته اعتقد انه دفاعيا كان عنده مشاكل ووضحت جدا في اخر يعني عشر جوالات من الدوري المغربي القوة الوداد في هجومه فلو قدرت ان انت تخرج من مباراة الزهاب بدون ما تستقبل هدف فانت حققت التارجد بتاعك في مباراة الزهاب ده في تقديري انا اكيد المدير الفني بيبقى له حسابات وعارف هو بيدير المباراة زي الارقام بتاعت لعبة الوداد كلها فيها يعني نوع من النوع عدد الاهداف كتير لانه كمان هو عنده ثبات في التشكيل يعني طول الوقت كان جريد ومثبت التشكيل ما كانش التغييرات غير في قديق الحدود ونفس الكلام مع جاموندي جي كمل عن نفس الطريقة جاموندي ما غيرش ما غيرش اي حاجة في التشكيل تاريب خالص يعني هم هم نفس اللعيبة بالزبط علشان حتى هو طبيعي هو كان بينفس على الدوري الفرقة دي بتنفس على الدوري وتحصل التغيير الفني لأسباب اي ان كانت فالمدرب اللي يجي مش هيحاول ان هو يغير كتير لانه عاوز يكمل بس المشوار انه يبقى عما التوفيق حليفه كممكن يحسم دوري او لا يعني اتحسمت في اخر دقايق في المباراة اللي فاتت كمان زي ما انت بتقول من خلال الدوري كمان ارقام الوداد على النواحي الهجومية عالية لكن على النواحي الدفاعية عنده بعض المشاكل يعني عطاق الدخل المرمى اكتر من 28 هدف ده عدد كبير جدا بالنسبة لفريق بينافس فده برضو ممكن جزئية احنا النادي الاهلي يشتغل عليها ده بالتأكيد هو الارقام كلها بتقول انه الوداد مش في احسن حالاته وانه النادي الاهلي لا في احسن حالاته انه حاسم دوري وانه ارقامه نفسها ارقام خطوطه كلها عالية ما اعتقدش ان احنا عندنا اقوى هكوم واقوى دفاع وكل حاجة واعتقد كمان انه اكثر خبرة لعبتنا اكثر خبرة بكتير عندنا لعبة كتير برضو من العناصر الخبرة اللي قابت افراكيا والعناصر الدولية كمان اللي عندها قدرة وخبرة انها ممكن تحسن من المباريات اللي زي دي طيب نرجع بقى للنادي الاهلي ونشوف تقريبا احنا كنا لسه بنتكلم على طبعا كهرباء لسه مش هخش اعتقد برضو ان كهرباء يلحق يخش في الفريق دي هتبقى صعبة الا لو لحق شوية ويبقى ليه دور في الشوت التاني ممكن يكون ليه دور في الشوت التاني تفتكر كنا بنتكلم مخاصطة عايزة اقول رأيك اه ده دلوقتي اه ده مشوار النادي الاهلي يعني مقارنة كده مشوار الاهلي والوداد خلال طبعا دور الموسم دوت النادي الاهلي طبعا يعني زي ما احنا شايفين حتى عدد النقاط يعني فيه فرق واضح جدا عدد الفوز 27 الوداد 17 النادي الاهلي برضو هزيمة وحيدة في خلال الموسم الوداد 5 هزايم التعادل 5 الاهلي 8 الوداد يعني الارقام كلها زي ما انت بتقول يا عمر اقام كلها في صالح النادي الاهلي بس هنقول تاني دي كلها مجرد ارقام برضو خلينا نكون يعني المعطيات كده بنتفائل بيها وبنستعرضها علشان نشوف موقف الفرقتين لكن الفكرة بقى في التسعين ديئة جزا في التسعين ديئة مختلفة تماما حسن ادارة المدير الفني مع توفيق اللعيبة مع جهزيتهم البدنية والفنية هو ده اللي بيحسم المباراة فأنا يعني اتمنى انه الشكل الفني بتاع النادي الاهلي انه يلعب نفس الطريقة اللي هو لعب فيها في اخر ثلاث مباريات يمكن كرة بيسلم ويستلم كرة على الارض بشكل سريع وبشكل كويس ما فيش كور طويلة تحقدك لنقطة دي وانخلال ثلاث مبارات النادي الاهلي اللعبها مع مسلمان المقاولين وامبي وبيراميدز خلينا نقول نتكلمنا وانت في ايه الشكل المناسب هو اربعة نين تاتة واحد لكن قل لي التشكيل انسب من وجهة نظرك انه ممكن يبدأ به ان شاء الله مباراة يمساك لا يعني هو التشكيل من وجهة نظري الطبيعي محمد الشناوي في حرص المرمى خط الظهر يعني عنده احمد فاتحي عنده اعتقد كمان يلعب مثلا ياسر ابراهيم لو جاهز يلعب من تاني في المدفعين ايمن اشرف اكيد برضو ايمن اشرف ومعلول ده اساسي يعني انت تبدأ بمحمد هاني ولا ولا احمد فاتحي لا انا شايف ابدأ ابا احمد فاتحي ابدأ ابا احمد فاتحي اه لبس عنصر الخبرة الافريقية ويعني الاحتكاك الاكبر لان المباريات الكبيرة اللي زي دي انت احيانا كمدرب بتحاول تلجأ فيها للعيب الاكثر خبرة اكتر من اللعيب اللي ممكن يكون عنده اكتر او شاب اكتر لانه في مواقف بتحسمها الخبرة اكتر من الشباب وخصوصا انه كمان يعني بتحتاج المباريات اللي زي دي وانت بتلعب بره ارضك لما هيبقى عليك هجوم بتحتاج يعني سرعة في التغطية العكسية وانك تغطي الجوة الموضوع ده يعني محتاج شوية خبرة اكتر شوية ومحتاج باور برضو اكتر شوية فاعتقد انه اللي جاهز وهيسد هيلعب اكيد لانك انا بفضل انه اعتمد في المنشطة اللي زي دي على اللعيب الخبرة هو برضو محمد هني هيكون له دور وهيكمل وهيقدي باحسن ما يمكن يعني اعتقد ان اليو ديونج في خط الوسط حاجة يعني ما شاء الله انه المستوى الفني كمان اللي وصله والفرما اللي وصل لها دلوقتي حتى بعد الكورونا اعتقد في اعلى مستوياته اعتقد كمان السلية يعني بيقدم مستوى راقي السنة دي يعني عمر السلية اعتقد انه واصل برضو لنوع من النطج في الملعب فارق معاك ويس قوي في ادائه وخلي بالك كمان الادوار الزيادة اللي خدها عمر كمان انه شايف بقى بيقوم بدور الليدر بدأ يتكلم في الملعب لذب بدأ يبقى قائد بين قوسين قائد في الملعب ده كان يعني في الفترات الليقول له عمر كان آه بيلعب وبيقدي لكن ما كانش قايم بالدور ده فكمان عفوا الدور ده كمان مهم جدا ان عمر بدأ يخش واحد من كبات الفرقة ودور قيادي داخل الملعب ده ظهر يعني من خلال المباراة اللي فاتت لما تقريبا كهرباء تدلع في كورة فراح عنفوا بشكل من الاشكال فده كمان دور مهم جدا في الملعب يعني انا اعتقد انه آه ده بدأ يظهر على عمر السولية في الفترة الاخيرة يمكن الظروف هي دايما اللي بتصنع الشخصية او بتغير الشخصية او بتخليك تطلع احسن ما عندك لانه الضغوط كتير وانت محتاج تحسن بطولة ومحتاج تكمل في مشوار البطولة بالشكل اللي يخليك يعني تعدي بقى مرحلة السيني فاينل وتدخل على الفاينل ان شاء الله نقطة لو كملنا كمان اعتقد انه حسيني الشحات ياخد آآ يلعب آآ كهرباء كان نفسي يبقى موجود طبعا لانه كمان كهرباء آآ في المانشاط كمان اللي بر او جوه وكهرباء برضو على فكرة لعب دولي كتير سواء مع المنتخب وعلى مشواره مع الاندية لعب كتير كنت اتمنى انه يكون موجود لكن آآ هو يعني اعتقد انه لو جاهز آآ ممكن ياخد في المباراة دي في الشوط التاني مسلا في في نهاية مروان محسن انا شايف انه هو بدأ يفوق ويرجع مروان محسن الطبيعي وعلى فكرة انا ضد فكرة الهجوم على مروان محسن او الانتقاد اللي مش منطقي يعني مروان لما اتحط تحت ضغط فترة طويلة جدا لما جاي لعب قدى وسجل وبيسجل بهدف واتنين وبيستلم كورة في موقف صعب ويقدر يسجل يقدر يراوغ جوه منطقة الجزاء مروان محسن ملعبش كاس علم من فراغ وفكرة انه آآ نتكلم عن انه اصله ما بيجيبش جوال آآ هي الفكرة مش في عدد الاهداف برضو هو مقياس طبعا لكن مش هو المقياس النهائي اللي انا قيم عليه الفرود ما ممكن نلعب بفرود صغير في السن او ممكن يكون لسه ما عندوش الخبرات فييجي في مطش ما قدرش انه يشلني لكن انا محتاج لعيب عنده خبرات متكلم مروان لعب كاس علم لعب اولمبياد ولعب منتخب اول ولعب اول افراق عنده خبرات دولية كبيرة عنده خبرات دولية كبيرة جدا مشواره بس تأثر شوية بالاصابات لكن هو رجع احسن من الاول واعتقد انه الدفع المعنوية اللي خدها في اخر اسابيع في الدوري وتقلقه وتسجيله للاهداف هيفرقه معاوي يبدأ مش باجي لا يبدأ باجي ممكن يكون حل بديل لانا كمان باجي الاصابة اللي فاتت انه اشتكى من الانكل اعتقد حسب ما انا يعني قريت انه اشتكى من الانكل لكن وجوده مهم طبعا لكن انا شايف انه يبدأ مروان يعني كمان مروان خبراته اكتر من باجي في المباراة اللي زي دي وخاض المباراة اللي زي دي مع النادي الاهلي قبل كده لسه انه كمان انت يعني قلت افشا طبعا ما اعتقدش انه افشا دور واضح يعني افشا فيه عيبة برضو يا كابتن هني اللي خلاف عليها واحد زي افشا برضو انت محتاج وجوده في الملعب وبعدين هو واخد ادوار اعتقد ان هي في وسط الملعب سواء دفعية او هجومية كتير وبيقدر يؤديها بشكل كويس هو العيب موهوب جدا فاعتقد انه اكيد موجود نرجع تاني للوداد وانا عندي احصائية ممكن 8 ساعة شوية في الشكل العام للطريقة الدفعية ممكن النادي الاهلي يلعب بيها يعني رأى معك سريعا عمر يعني هو جاب 15 هدف من خلال ده طبعا اخر 8 مباريات في الدوري منهم 6 دربات جزاء ده تقريبا 40% من عدد الاهداف لكن الكرات العرضية من الجابهة اليمين اللي هي شمال النادي الاهلي جايب 3 اهداف دي تقريبا تمثل 20% التزداد من خارج منطقة الجزاء هدفين اختراق من العمق او البيانيات زي ما بنتكلم برضو هدفين دربات ركنية جابهة هدف واحد عرضيات من الجابهة اليسرى اللي هي يمين النادي الاهلي واحد فبرضو الارقام دي ممكن تدينا شكل معين انه ممكن هم عندهم القرات السبتة وده احد الحلول المهمة جدا في كورة القدم او المباراة الكبيرة بشكل عام انه هم يعني تقريبا الاجمال الكوارات السبتة وصلت ل50% من عدد الاهداف الوداد اعتقد انه احصية مهمة برضو او ارقام مهمة لانه فكرة ان انت تواجه اصلا وتعمل ضغط على فريق النادي الاهلي حتى لو هو جايلك على ارضك مش سهل يعني انت كفريق الوداد هو مش هيسعى انه طول الوقت هيبقى يقدر يلعب التسعين دقيقة ضاغط على النادي الاهلي وبيحاول يلعب انه مهاجم طول الوقت ما اعتقدش ان فيه فريق بعد الكورونا يقدر يعمله ما بقيتش سهل بدنيا قبل فنيا يعني بدنيا قبل الفارق الفنية بين قدرات اللعيبة لكن بدنيا ما تضغط فترة طويلة من وقت المباراة الاصلي طبيعا علشان تقدر تحقق الضغط ده بنجاح وتقدر تجيب منه اهداف فاعتقد انه الكورونات السابتة هيبقى ده الحل فالفكرة نفسها انه طبعا العاب تلالي ما يعملوش فاولات كتير علشان ما يبقاش فيه قدرة للودادة على استغلالها وفي نفس الوقت كمان حتى الضربات الجزاء دي لان التحكيم برضو في افراقيا شوية بيبقى احيانا لو هو على ارضك ممكن يبقى شوية لسه موجود بكلام ده موجود بالرغم يعني موجود لاني كان زي بقولك كان الفوكس كبير جدا على الحكام كان في معسكر في القاهرة مبارح ولسه موجودين المعسكر مستمر في سبعتاشر حكم منهم حكم واحد مصري طبعا مش هيكون مشارك اللي هو محمود أبو الرجال وبقية الحكام كل الحكام الكبار موجودين في المعسكر ده اعتقد ان الكاف مدي اهتمام قوي بموضوع التحكيم الفترة دي لانه كمان ده بالمناسبة نرجع ونقول نقطة بحيى عليها مجل صدارة النادي الاهل انه بعد المواقف اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا بقى بيوجه على طول لو حصل مواقف اشتكه وينبه لموضوع الحكام لقينا بعد كده جي مشروع انفنتينو للحكام الصف والأفارقة وانه هيعمل احتراف كامل للحكام ويتم اختيار أفضل للحكام انهما يكونوا موجودين ويشتغلوا بس تحكيم فطبعا ده حفز كل الحكام انه يتقدم افضل معا ده بخلاف انه اللي حصل مع الوداة السنة اللي فاتت في نهاية افريقيا وانده الترجي برضو مازال بيلقي بظلاله على التحكيم الافريقي اعتقد انه اختيارات الحكام للمباراة او للمباراتين هتبقى شديدة الحساسية يعني الكاف هيسعى انه لجنة الحكام في الكاف تختار افضل طاقم تحكيم هنا وهناك علشان الموضوع خلاص بقى متشاف متابع الناس بتمركزة قوي مع موضوع التحكيم ده شفنا النهاية اللي قابله اه برضو كان في اه قصص كتير في موضوع التحكيم ضغوط على الحكام كتير فلابد انه الكاف كان يشير طب الرغم عن كده انت لسه بتقول ممكن ووارد جدا يعني انا انا بشوفها كده يعني انا بشوف انه برضو كانت الضغوط الجمهرية بتأثر على الحكام في اكيد في مواقف كتير يعني لو رجعنا للتاريخ هنلاقي مواقف كتير شفناها وبعدين مستوى التحكيم الافريقي مش دايما فعل مستوياته يعني برضو الحكام الافريقي محتاجين لسه شغل وفي مواهب تحكمية وفي اسماء كبيرة حكمت في كاس عالم وحكمت في بطولات كبيرة نتمنى ان هم دول اللي يبقوا موجودين يعني هو ده اللي نقصده انه نتمنى ان المبارتين وكمان مباراة الفاينال ان اختيار الحكام فيها يبقى اختيار حكام النخبة والحكام اللي عندهم خبرات كاس عالم حكيمه أمم أفراق ويحكيمه نهائيات علشان يقدروا يتحملوا ضغوط مباراة زي دي كلنا بنتكلم على التحكيم احنا طبعا نتمنى التحكيم يكون عادل احنا مش عايزين اكتر من عدلة تحكمية وكل فريق ياخد حقه مش عايزين حد يعني يجاملنا لان المباراة زي دي بتبقى زي ما بقولك الفوكوس كبير جدا الحكام وعليهم ضغط كبير جدا اتشالت ضغط الجمالية شوية لكن يبقى طبعا ضغوط قوة المنافسة في المباراة وانه سيمي فاينال ويعني برضو فرقتين كبار قوي الوداد له تاريخ اخد بطولة أفراقيا قبل كده يعني لعب الاهلي تاريخه مع النادي الاهلي بنتكلم في لعب كذا بطولة دوري أبطال أفراقيا برضو الماتشاط كلها نتائجها متقربة بالمناسبة يعني تلاتة تلاتة واحد واحد مفيش غير السنة اللي فاتت برضو كسبنا ماتشو وخسرنا هناك مرة يعني التاريخ بيقول نتاج متقربة لكن النهار ده لما نتكلم على أرض الواقع علاءة الاهلي متفوق فنيا وفي أرقامه فانتمنى التفوق ده يستمر والأهم ان المباراة تخرج بالشكل اللي يليق بالفرقتين بالنادي الاهلي وبالوداد أكيد إن شاء الله بإذن الله وآخر كمان إحصائية قدامي كمان من الحاجات المهمة برضو اللي بتدي معطيات للمدير الفاني أو حتى لللاعبين إن الخمستاشر هدف الأحرازهم الوداد في خلال ثمان مباراة كان سبع منهم أكتر تقريبا من أربعين أو خمسة واربعين في المية ما بين الديئة خمسة وسبعين للديئة تسعين فده برضو يديك مؤشر إن فريق ما بيقس يعني ممكن جدا بيحرز أهداف في آخر ربع ساعة من كل مباراة ممكن ده برضو يديك مؤشر إن لازم التركيز يكون عالي جدا ده بالتأجيد أعتقد برضو أن المباراة سيمي فاينال بيقى التركيز فيها أعلى من المباراة العادية لأنه مفيش تعويض إنتبتها يعني عايز تخلص بتأسم المباراة أو السيمي فاينال هم مبارتين فأنت بتلعب الشرط الأول هناك وبتلعب الشرط الثاني هنا فبتبقى حريص إن مثلا وإنت هناك مش هيجي فيك هدف وإنت هنا هتحاول إنك تسجل بدري النقطة دي بخلاف الإحصائية اللي حضرتك قلتها كمان احنا بنتكلم إنه عدد ضربات الجزاء كان فيها كتير برضو فبرضو ده مؤشر يتحط في الحسبان إنه برضو هم أب يلعبوا الآخر ديالك ممكن القصة ضربات الجزاء والكرات السابتة فرقة في الإحصائية دي برضو لكن أنا شايف إنه برضو قوة الوداد في خبرات لعبين اللي عنده برضو لعيبة عندهم خبرات اللعبة اللي عندها خبرات دي هي اللي تقدر تكمل الشكل مع لعيبة صغيرة بس إنه أول محترفين للأفارقة اللي موجودين علشان يقدروا يواجهوا النادي الأهلي في المبارلة على أرضهم بعد كده أعتقد إنه كمان المبارلة هنا هيبقى الوضع فيها مختلف تماما والحسابات فيها هتبقى مختلف تماما على ضوء طبعا نتيجة مبارلة انتهاء على ضوء النتيجة يعني طبعا مش عايز أنهي اللقاء معك لكن الوقت عدى بصورك أنا هاخد منك حاجة سريعة بالنسبة للأمم أوروبا إنت كنت من الناس المتوقعة من بدري قوي فرانك دي بور هو اللي هيكون المدير الفني للمنتخب اليولندي بعد طبعا رحيل عطالة إحنا الأوائل مش في مصر في العالم يا كابتن هاني يعني كلها كانت رايحة لهينغتين كات ده حصل ده حصل لكن يعني خلال المباراتين اللي فاتوا ما قدمش نتيجة كويسة خلينا نتكلم بكل أمانة في التصويت أمم الأوروبا بيتعادل ماتشين وما أحرص حتى ولا هدف هو في دوري الأمم الأوروبية المنافسة صعبة والظروف اللي فيها العالم لموضوع الكورونا إنت عشان بتحبه وعشان صديقة لا لا بالعكس لا بالعكس أنا هكلمك أنه لا هو أخطأ في التشكيل قدام البوسنة أخطأ في التشكيل جدا وتعادل صفر 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 ما عملش فرص شط الأول تقريبا فرصة أو فرصتين في شط تاني بدأ يعدل شوية أعتقد أن فرانك ديبور مهمته هتبقى صعبة مع المنتخب الهولندي لأن اللي عمله كومن صعب يعمله ديبور والظروف كمان ما عنده يعني هو عنده لعبة معناويةها منخفضة جدا فاينالدوم عنده فانداي فما أعتقدش أن الظروف مساعدة البكرة يلعب إيطاليا مضايب أصعب لا لا أعتقد أنه مضايب أصعب أول إيطاليا متصدرت المجمع لغاية دلوقتي بالزبط وممكن قافعكم تهديفي عند المنتخب الإيطالي بس أعتقد أنه مع هولندا وعلى الشكل اللي شفت قدام البوسنة لا أعتقد موضوع صعب أول موضوع صعب وممكن يقلب عكس أنه هو لو كسب المنتخب الإيطالي بقى بالنسبة له بداية يبتدي بقى الكاتب يبتدي بقى بداية بس أنا أعتقد أنه لا على اللي شفت على أرض الملعب الموضوع صعب أباك موضوع صعب هنشوف إن شاء الله ده أولندي رايح فين عمر بنشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى طبعا كل المعلومات القيومة اللي بتقدمها لنا وإن شاء الله منتظرينك إن شاء الله يوم الثلاثة الجاي ونكون بقى بنبارك للنادي الأهلي إن شاء الله شكرا جزيلا بعد الفاصل معنا طبعا الكابتن عاد المصطفى ودكتور أحمد سابت ونكمل حديثنا عن مباراة الوداد والنادي الأهلي